اهلا ومرحبا بكم مع اخبار الرياضة والبداية محليا تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لهزيمة جديدة ضمن استعداداته للنهائيات الاسيوية امام المنتخب البحريني في اللقاء الاخير قبل خوض البطولة هدف اللقاء الوحيد للمنتخب البحريني جاء متأخرا وفي الدقيقة الرابعة والثمانين عبر اللاعب فوز عايش يذكر ان النشامة سيواجهون العراق في افتتاح مشوارهم في البطولة في الثاني عشر من هذا الشهر قبل مواجهة فلسطين واليابان على التوالي في المجموعة الرابعة عقد اتحاد كرة القدم اجتماعا في مقره برئاسة المهندس صلاح صبرى نائب رئيس الاتحاد لمناقشة العديد من الامور منها مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس اسيا وتم خلال هذا الاجتماع تكليف سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد بتحديد قيمة مكافأة النشامة وطبيعتها خلال نهائيات كأس اسيا المقررة في استراليا الشهر الجاري هذا وسيطر السمو الامير الوفد المغادر الى البطولة يرافقه السيد فادي زرقات الامير العام ولؤي عميش رئيس لجنة الاتصال والتسويق يواصل النادي الفيصلي تدريباته واستعداداته للمرحلة المقبلة من الموسم على ملعب المرحوم قصي الخوالدة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بهدف الظهور بشكل مغاير عن مرحلة الذهب يواصل النادي الفيصلي تدريباته واستعداداته لانطلاق المرحلة الثانية من دور المحترفين لكرة القدم لاعبين من افريقيا تحت التجربة يخضون التمرينات للوقوف على جاهزيتهم قبل التوقيع الرسمي معهم بالاضافة الى تدعيم الفريق بعدد من اسماء فريق سن من تحت عشرين عاما للنصر الازرق السوري نزار محروس يقود التدريبات بعد اتفاق شفوي بين الطرفين من دون اي عقد رسمي بانتظار التوقيع الرسمي ليقود الفريق في المرحلة المقبلة جماهير الفيصلي تنتظر الشكل الجديد للفريق في الاياب وبكل تأكيد لن ترضى بمواصلة النتائج السيئة التي حققها الفريق في المرحلة الاولى من دور المحترفين حيث يقبع بالمركز الثامن برصيد ثلاثة عشر نقطة ومن جهتها تسعى ادارة الفريق الى اعادته للمسار الصحيح اذا الايام القادمة ستكشف لنا الاسماء التي ستنضم للفيصلي وهل سيتم الاتفاق مع محروس لقيادة الفريق رسميا ام لا الهدف الاول انه هو محاولة اعادة الفيصلي ان شاء الله للمراكز الافضل بإذن الله بالاضافة الى طبعا تنظيم الفريق من ناحية الفنية ايجاد عناصر متل ما قلتلك الفريق بحاجة الى بعض العناصر اللي تقدر تعمل فارق بالمباريات وهذا الشيء اللي الحقيقة عم نبحث عنه ان شاء الله نوفق في المرحلة القادمة انتخبت الهيئة العامة لنادي الجزيرة مجلس ادارتها الجديد بالتزكية وذلك خلال اجتماع الهيئة الذي عقد في مقر النادي وبدأ الاجتماع الذي حضره مندوب المجلس الاعلى للشباب بعرض التقريرين الاداري والمالي ثم اعلان قائمة المرشحين الثمانية الذين فازوا بالتزكية وهم نور الجبال ومازن الصغير وحكم جرار ومحمد روبين ووليد المناصرة وسليم العكش وحسام حبول وجمال العواملة هذا وكان سمير منصور قد فاز برئاسة النادي بالتزكية ايضا قبل حوالي اسبوعين انا شخصيا كنت انتظر هذا الاجتماع لانه احنا اولا لما لغينا كرة الطاولة لغيناها بناء على اسباب موجبة كانت للغي وانا لازلت اقول بانه يعني كرة الطاولة يعني هي تعتبر ارث كبير جدا بنادي الجزيرة وحققت نتائج كبيرة على مدى سنوات حصلت بعض الامور اللي استدعت ان نقوم بتجميد هذه اللعبة الان احنا سنقوم باعادة ألق هذه اللعبة من خلال اعادة تشكيل فرق للناشئين الى قرر مجلس ادارة نادي الوحدات في جلسته التي اقيمت في مقر النادي الموافقة على التعاقد مع اللاعب محمود شلبيه حتى نهاية الموسم الحالي واسندت ادارة الوحدات المهمة الى المدير الفني للفريق عبدالله ابو زمع وفي حال وفق على استقطابه فان شلبيه سيمثل الوحدات في المرحلة المتبقية من عمر الدوري يذكر ان اللعب محمود شلبيه فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق الجزيرة الذي وقع معه بداية هذا الموسم يخوض فريق برشلونة اختبارا صعبا في الدوري الاسباني الليلة وذلك عندما يلتقي مضيفه ريال سوسيداد ضمن مباريات الاسبوع السابع عشر من الدوري الاسباني ويدخل البرشلقاء وهو في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد ثمان وثلاثين نقطة بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع عشر برصيد خمس عشرة نقطة ويسعى النادي الكتالوني الى مواصلة مطاردة ريال مدريد متصدر الترتيب فاز اتلانتاوكس على مضيفه بورتلاند ترايل بليزرز بمائة وخمس عشرة نقطة مقابل مائة وسبع نقاط ضمن الدوري الامريكي لكرة السلة كان بورتلاند الاقوى مع بداية اللعب وسجل ثماني نقاط دون رد بفضل لعبه واسلي ماثيوز ثم تقدم بورتلاند بست نقاط في الربع الاول بعد ان سجل له الانجليزي جويل فريلاند وانتهى الربع الاول بتفوق اتلانتا بتسع وعشرين نقطة لعشرين ليتراجع في الربع الثاني الذي انتهى لصالح بورتلاند باثنتين وخمسين نقطة مقابل تسع واربعين في الربع الثالث قلص ديميان ليلالد الفارق مع اتلانتا لتصبح النتيجة ثلاثا وستين نقطة لخمس وسبعين لينهي اتلانتا اللقاء بالفوز على بورتلاند بمائة وخمس عشرة نقطة الى مائة وسبع نقاط فاز البريطاني اندي موراي بلقب البطولة الاستعراضية للتنس وذلك بعد انسحاب خصمه الصربي المصنف العالمي الاول نوفاكي جوغوفيتش من المواجهة النهائية بداعي المرض وسبق لموراي الذي تخطى الاسباني رفايلنا دال في نصف النهائي ان فاز بلقب البطولة عام 2009 اما جوغوفيتش الذي اقصى سويسري ستنيسلس فافرينكا ففشل في تحقيق اللقب الرابع على التوالي بعدما هيمن على البطولة في اخر ثلاث سنوات هذا وفاز الاسباني رفايلنا دال بالمركز الثالث للبطولة بعد ان هزم سويسري فافرينكا بمجموعتين دون رد